لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد المادة 39 اضافت شيء جيد يعاقب القانون على التعليم نقطة جيدة وإيجابية ونشيد بها لأن التعذيب الذي حدث في فترات سابقة بسجون الجزائر وفي مخافر الأمن ومخافر الدياراس لا يمكن تصوره أنا كنت في السجن وكانوا يأتوا عناصر الدياراس ويعيتوا البعض المساجين يدهم للعيادة في غرف الطبيب يتم تعذيبهم حتى باستعمال ذلك اللي يقلعوا به الأسنام يعذبوا الناس في السجود كانوا يجيبونا أشخاص في السجن النهار اللي يجيبوهم يعلم ربي بحالهم وضربين عدة أشهر يجيبوهم للدياراس يحطوهم في مركز مراكز تحت الدياراس يضربوا عام هم تحت التحقيق وبعد يقدموهم للعدالة على أسس أنهم قبضوا عليهم في المدة القانونية وتم تجديدها في المعاد وكذا وكذا على أسس أنها أربعة أيام مقابلة للتجديد وكذا ويعطوا لهم تاريخ واحده وعنده عام وهو عند الدياراس لا كثير من الأمور جيد أنه أنه يعاقب القانون على التعليم ولكن وهذا يحتاج أيضا إلى قوانين قوانين صارمة وشاملة آملة ونجنة حقيقية بحيث يتم عرض أي متهمين قبل الذهاب إلى قبل قبض عليه يعرض عن الطبيب الشرعي شفناهم يجيوا يروح حتى ما عرضوش حتى على الطبيب الشرعي يضي يدخلوا له يقولوا الطبيب الشرعي ما يشوفوه أنا مرة عرضوني على الطبيب الشرعي وأنا في حالة يرثلها أكتب بأنه ما عندي حتى شيء على كل حال وهذه كثير مش أنا فقط يجب أن تكون هناك آليات واضحة لمكافحة هذه الجريمة وملاحقة الجريمين مع العلم بأن التعذيب جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم أيضا أن هذا في القانون الدولي والجزائر هذا الدستور أنه يتماهى مع القوانين الدولية وتكلم على إعلان حقوق الإنسان ومثل هذه الأمور من المفروض أيضا تنظر الجزائر في قضايا التعذيب التي تمت في العهود السرقة يجب أن تنظروا فيها هناك قضايا هناك حتى الذي تم لجنة مناهضة التعذيب أدانت فيها الجزائر ولم يأخذ أمرها بعين الاعتبار المادة 47 لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه وفقا للقانون يجب أن تضيف لها وفقا للقانون يعني واحد عنده الحق يحمي شرفه يشوف شرفه مثلا واحد جاي ينتهك يجيب ولا شك في واحد حتى ممكن يشك في واحد أنه رح يمسل شرفه ولا يروح يتصرف بسلوك ولا واحد يكتب عليه كلمة في الفيسبوك يروح يروح ولا انشره أمور تخص حياته الخاصة يروح يتصرفه يروح يقتله يروح يضربه بسكين يروح يدير أي شيء ويعتبر يقولك لا قل مادة دستورية قالت هذا الشيء هو يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق لا لكل شخص من الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه وفقا للقوان وفقا لما يقره القانون مش هكذا مفتوح على العواهن المادة 51 ماذا تقول المادة 51 ماذا ورد فيها لا مسس بحرمة حرية الرأي بحرمة حرية الرأي لا لا حرية الرأي مكفولة مكفولة حرية الرأي من حق الجزائري موادك لها حرمة وهو حرمة أو حرية الرأي مقدسة ولا هديها حرمتها ومكفولة لكل الجزائري هذه الموادك لها مساسة بحرمة حرية الرأي منها لبنوت أيضا حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون كيفاش احترام القانون جاء واحد رح يمارس طقوس معينة كعابدة الشيطان افتح دار بيته يعيث للناس يمارسوا عبادة الشيطان افتح بيته معبد وش هو وانهي القانون اللي رح يفتحها لا حرية ممارسة العبادة مكفولة ومضمونة وتمارس في إطار قوانين الجمهورية في إطار أو على الأقل ضيف بون بأنه هذه حرية ممارسة العبادات سيكون لديها قانون خاص بعد ذلك فيما يوضحه القانون الخاص بهذا الأمر لكن حرية ممارسة العبادات تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إديولوجي كيف يعني حماية أماكن العبادة دخل فيها المساجد طبعا إذا كانت تقصدوا الكنائس أو أشياء أخرى الكنائس ما فيهاش سياسة واش تقصدوا؟ هذي يقصدوا المساجد كيف أي تأثير سياسي؟ معناها تقول أن المساجد تتحول إلى منابر الأحزاب لا هذا يعني من حق أي تكون منابر للاستعمال الحزبي أو شيء من هذا القبيل لكن كلمة إديولوجي كلمة إديولوجي هذه كلمة مستوردة علمانية وفرنسية وهي كلمة يعني يقول لك أنه دي ترسي أول من وضع هذا المصطلح في عصر التنوير الفرنسي في كتاب عناصر الإديولوجية ويعني ترسي بالإديولوجية علم الأفكار أو العلم الذي يدرس مدى صحة أو خطأ الأفكار التي يحملها الناس هذه الأفكار التي تبنى منها النظريات والفرضيات معناها أنه لو كان يجي واحد إمام ويقول أنه هذه الأفكار يجي واحد مثلا يسب الرسول أو يتطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول بأنه التطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا محرم وقد يخرج من الملة أعتقد بأنه هذا محظور حسب الدستور يقول بأنه مدينة تنتشر فيها فاحشة معينة يقول أنه ما يجري هنا في مدينتنا من ممارسات غير أخلاقية تتنافى مع قياس آه يقول لك هذه إديولوجيا تحكم على أفكار الناس هذه كلمة علمية فالفاضة لأنه أصلا هذا الدستور ينظر للإسلام على أنه عبارة عن لاهوت وتقوص فقط وليس شريعة لأنه لا توجد ولا مادة وحدة ولا إشارة ولا بلد في مادة يدل على أن الإسلام عقيدة وشريعة باستثناء قانون الأسرة المشرع ما زال ما قدرش يدير قانون الأسرة يدير قانون الأسرة جديد أحكم الطلاق وأحكم هذه ما قدرش يديره أخرى لأنه مجتمع مسلم لا يستطيع أنه يعطي له بديل وحد آخر ربما يجي نهار وأنا نأكد لكم يجي نهار ورح يطالب العرابة هذا اللي أدى الدستور هذا يجي نهار ويطلبه منه يديره نقل الأسرة جديدة على كل حد إذن كلمة الإديولوجي هذه كلمة علمانية بحتة بحتة وواضح مقاصدها أي أنه المسجد رح يتحول عبارة عن ناس يدخلوا يصلوا يوقف الإمام يقرأ لهم غير في أشياء تخص الجنة وتخص النار أرفقت مواصفات أشياء روحية تحث على الأخلاق الحميدة فقط أما أن يكون للمسجد دور في إصلاح المجتمع وتهذيب سلوكيات الناس وتهذيب أفكارهم وإصلاح عقائدهم هذا الشيء كله سيجرمه هذا القانون سيجرمه هذا الدستور المادة الأخرى إخواني المادة الـ 54 يحذر نشر خطاب التمييز والكرهية أنا أتكلمت من قبل قلت تكون كرهية لم تعرف من المفروض يجب مثلا الكرهية خطاب الكرهية إصدراء الآثوابت الأمة يعاقب عليها القانون إصدراء ثوابت الأمة ودير مادة توضح ما هي ثوابت الأمة هي الإسلام وقيمه وشريعته وعقيدته والأنبياء والرسل والصحابة وهذه هي الأمور باش تكون واضحة أما أنها تكون هكذا يحظر نشر خطاب الكرهية يجي واحد يشوف واحد مثلا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عليه في مسجد وينتقده وينتقد كاتب ولا إعلامي ولا مؤسسة إعلامية تفتح المجال للناس اللي يطعنوا في الصحابة مثلا لا يعتبر هذا خطاب كرهية خطاب كرهية من هو يعني يجي واحد وأنا أعتقد بأن الحملات التي تشن في هذه الفطرة التي تستهدف الإسلام وتستهدف الرسول عليه الصلاة والسلام وتستهدف الدين الإسلامي كعقيدة وشريعة وتستهدف فيهم واحدة قالت حتى أن الإسلام دين الدولة يحذف أنا معك يحذف تحذف هذه الصغة وتكون صغة واحد أخر على كل حال يعني هذا جاي من أشخاص لا قيمة فكرية ولا علمية لهم لهم ولا يمكن أن يعتد بكلامهم ولكن كثرته والطرويج له إعلاميا أعتقد بأنه تأسيس لمرحلة معينة حتى يصير في المخيال الشعبي أنه من يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويسيء إليه ليس خطاب كرهي إذا كان في الغرب أرب ترسم تنشر رسومات مسئلة الرسول وقوانينهم تسمح بذلك على الأقل نحن نحافظ على حرمة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى حرمة قيم الإسلام وعقيدته وشريعته والأنبياء والرسل جميعا نحافظ عليهم بمواد تحضر المساس بهم أي واحد يمس بالذات الإلهية حتى كسب الدين في الشوارع ليثبت عليه سب الدين ذات الإلهية يعاقب القانون ليس يتديها تحطه في السجن توكل فيه وتشرف فيه دير لغرامة مالية يقعد يخلص فيها والله ما يزيدي سب ليس شي معناها السب ليس حرية تعبير ازدراء أنبياء ورسل ليست حرية تعبير تروح تزدري لي شخص آخر تروح تسبه وطيح لهذه وقل لي أعطى حرية تعبير كنت سب رئيس يجيوا دخلوك الحبس أنتقده ما عليش أنتقد فكره ما عليش ناقص شيء من دون الازدراء به هكذا في الغار ولكن أنت يجي يسب يجي يقول لك يجي واحدة تقول لك الحجاب حجاب فقراء انتع فقيرات برد يعني توهين ملايين الجزائريات اللي يلبسوا الحجاب هذه إهانة من المفروض أي وحدة محجبة تروح ترفع بها دعوة قضائية علاش تسمي فيها فقير كأنها تقلل من شأنها شأنها وشأن الفقراء أيضا الازدراع بشريحة من المجتمع الجزائي هذه كارثة أيضا من الكوارث اللي موجودة في لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله